الحراس يعني انت كان محمد الشناوي وكان شريف اكرامي وكان علي مزبوط يعني كان فيه اوقات طبعا كان مع احمد عادل اه كان موجود لكن بتبقى فيه تعليمات معينة بتبقى عارف مين اللي حيلعب طبعا اه طبعا بنبقى عارفين طبعا بتبقى مركز معاه اكتر طيب بتزبط بتوزنها ازاي مع الاتنين التاني يعني بتعمل ايه بص هون في الشكة طبعا ان احنا بنبقى طبعا الى حد الجيل بنبقى بنبقى عارفين طبعا قبل المبارا طبعا الرقم واحد ورقم اتنين ورقم تلاتة ولكن مش معنا كده ان احنا بنبقى اهتمامنا كله رايح في اتجاه الحرس الاول لان ممكن في اي وقت هكتنستعمل الجون التاني يلعب وممكن الجون التالت يلعب وده حصل كتير كتير حصل كتير يعني فمهمة او ان انت تتحضر التلاتة التلاتة يبقى بتحضرين بشكل كويس او فنيا ومعنويا وبدنيا مهمة او بقى ان انت برضو في جوجة مهمة او هو ما قبض المباراة بساعة ايوة وانت نازل بقى التسخين ايه اللي بيحصل بقى لازم تاخد يعني تتنازل مع جمهور كتير فمهمة اوي في بداية التسخين ده ان انت اه موضوع ان انت تاخد صدمة الجمهور في الاول دي مهمة اوي وتسخينك يبقى مواقف اللعب كلها يعني التسخين بتاعك انت يبقى الى حد كبير جدا مواقف اللعب ومباراة يعني ماش ايه التسخين بيفرق في النوعية التسخين. طبعا. طبعا. وياخد ثقة للحارس. اه. يعني مهم اول ان الحارس ياخد ثقة في وجود الجمهور. اه. يعني انت لو بتسخن الحارس تسخين بشكل مختلف او اه يعني انت عارف دايما التسخين انت برضو بتحاول تساعده ان الحارس معنويا برضو ايه مرتفع جدا. ايو. وياخد ثقة. ويبقى دايما التسخين ايجابي قوي. بتعمله بقى حاجات سهلة? امش. انت بتصعب. بس بتصعب انت. بعد ما يتعامل مع السهل كويس. اه. يعني تدي له السهل الاول. وتلاقيه يتعامل بشكل كويس. تدي له. استراتيجية برضو. اه طبعا. اه. وهان تبدأ بقى ترجع وراء وتبدأ تعمل شوتنج فيبدأ برضو الشوتنج ده بشكل مش اي شوتنج. اه. ما انت مش عاوض صعب عليه. مش عايز تجي. ممكن تجي في جون بس ما يبقاش شكل. ما انت بتمرنه ان انت كل كرة لا بالعكس. ده انا في النهاية عادي تطلع الحارس معنوية مرتفع جدا. ويبقى سخن كويس قوي. وسخن على مواقف مباراة. وسخن يعني انا عندي بقى بقى برضو احنا باللعب اه اه نادي الزمالي لاعب المصري غلا باللعب اي فرق. بقى في عناصر مميزة هنا وعناصر مميزة هنا وعناصر مميزة هنا وفيه هنا بالكرات العرضية في هنا كرات السابتة. في ده بيشوت بشكل كويس. ده عنده كويس ده بيعمل الكرات الفاولات بشكل كويس. فكل الكلام ده بنتمرنا عليه. طيب لو طبقناك كلام اللي حضرتك بتقوله ده على مباراة بعد بكر. يعني هتلاعب نادي الزمالك نادي الزمالك الاول هل نادي الزمالك هيفرق انه هو فاز بالسوبر الافريقي? طبعا ما فيش كلام. اه. طبعا. يعني. هيفرق معايا ولا مع النادي الاهلي? لا يفرق مع الزمالك في الفترة الاخيرة في الدوري. اه. كان اه الى حد كبير يعني معنويا ده اه لا كان اه دنيا مختلفة مباراة السوبر دي لما يكسب السوبة ويكسب بالتراجي فرقة تقيلة. اكيد برضو يعني معنويا برضو بقى نازل المباراة برضو الى حد كبير يا كابتان اسلام. اه 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 واخد ثقة. اه. اه. وفي نفس الوقت برضو دي تبقى انت كمان تبقى عامل حسابك للكلام ده. من الكلام ده مش هيعدي كده لا بالعكس. انت بتبقى مجاهز نفسك للمباراة كويس قوي. يعرف النادي الزمالك واخد سوبر. اه اه ممكن بقى جانب سلبي. دي بقى راجع المين? راجع الانت بتتعامل معهم ازاي بقى مقابل المباراة بيومين بتلاتة. اه. ازاي تخرج الناس من نشوة المكسب ونشوة الفرح. ده في زمالك. اه. اه ما انا بقولك. فانت تبقى عارف الكلام ده كويس. فتبدأ تتعامل معا بقى انت بشكل مختلف. فطبيعيا ان الزمالك المباراة اللي جاية ديات هيبقى نازل المباراة برضو واخد بطولة. اه اه لعيبة كتير برضو كانت كويسة في المباراة. لا عملي موتش كويس الحي. عملي المباراة كويسة. اه. فانت زي تحضر للكلام ده كويس. اه. مش هتبقى مباراة سهلة. اه. مش هتبقى مباراة سهلة. حتى لو دايما بنقول لك انت الاسلام وحضرك لعيبت اهل وزمالك كتير و وشفت الكلام ده. ممكن تبقى انت نازل بالمباراة قبلها مسلا النادي الاهل فائق جدا جدا. المباراة كتير قبل المباراة الزمالك. ويوم المباراة دي هي بتبقى مختلفة شوية. اهل وزمالك بقى مختلف. ايه ايه. اللي مركز تسعين دقيقة. اه. اللي جاهز للمباراة بشكل كويس. اللي مجاهز نفسه بشكل كويس بدنيا وفنيا ومعنويا ما قبض المباراة بيعام مباراة كويسة. اه. زي ما اقول بنتكلم على حراس المرمى. مهمة اوي 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 انت تبقى محضر الجن بتاعك رقم واحد. محضر الجن رقم اتنين. محضر الجن رقم تلاتة. اي وقت اكتب انت ممكن انت بتسخن. الجن تصوف. يحصل له اي مشكلة. فيبقى عندك البديل بشكل يدي بشكل كويس. فربنا يوفى ان شاء الله يعني بص هي المباراة يعني. الاجواء ما قبض المباراة اجواء بشكل كويس. فاتمنى ان المباراة يعني يبقى فيها اداء كويس يبقى فيها مهمة اوي ان احنا زي ما اتعاملت مباراة كتير قبلكها في الامارات وكانت الروح 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 كانت ممتازة بالنسبة للفريقين والاجهزة الفنية. لان احنا في النهاية بالمسطر ما ده درب جدا جدا. طبعا. انا باعتبره من اكبر دربات موجودة في الوطن العرب. فمهمة اوي ان تطلع بشكل كويس يعني. ان شاء الله يعني. لكن مبقاش فيه تعليمات خاصة كابتن يعني مثلا اه مباراة يوم الخميس الاقرب مثلا محمد شناوي. هل اه هتقول له تعليمات خاصة? هتقول له ايه? هتقول له. هياخد بيه باله من مين في الزمالك? من في الشكل يا كابتن اسلام انت وانت بتكلم اه وفيه في امور انت التركيز مهمة جدا. طب التركيز ده هيجي ازاي? تركيزك اه. طبعا. التركيز ده هيجي لازم انت بقى انت هادي. الهدو ده بيعمل حاجات كتير اه. الهدو بيخليك وانت بتوجه زمالك داخل. ممكن اسألك سؤال هو ده المدرب او المدرب ببقى له دور في هزا الموضوع? اه طبعا فيش كلام. اه. طبعا دور انا يعني انا انا حتى اثناء المغراء انا تسعين دقيقة شناوي يعني اه بيلعب او شناوي او شريف او كده عينو عينو بيعطون معاه. اه. مش ممكن يعني حتى دقيقتين تلاتة بصت ليه بيبصلي. يعني بقى فيه 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 لغة بيننا وبنبعض. اه. ولو فيه خطأ برضو بناخد بالنا يعني كلمة بحركة بايدية بياخد باله يعني. اه. فمهمة زي بقول لحدك يبقى هادي. الهدو ده بيخليه يعني هو بيوجه زميله يجوم بشكل بشكل منتاز وبشكل صحيح وبشكل بدون بقى فيه توطر بدون بقى فيه. يخليه حتى تحركته داخل داخل تمنتاشر تبقى صحيحة. يخليه كمان حتى بقى ايه الحاجات النقطة المهمة قوي قوي ان انت كراتك بقى كمان. يعني في انت في تاخد كرات كتير. اه. سواء بتطلع ورا خط الظهر سواء بتعامل برجليك مبارا التمنتاشر سواء بتعامل الحاجات اللي ورا خط ظهر القريبة من التمنتاشر والخط تمنتاشر دي كل دي كرات بنت بتاخدها الحاجات العرضية. كل الحاجات دي عايز ايه? لو انت ما انتش هادي في المباراة. مش هتحف تاخد بتعمل الحاجات تلات حاجات دول. ان انت تبقى. بتحرك تحت المرمى بشكل كويس. انت اه تواجه زمالك بشكل كويس. نقطة المهمة كمان الكرات بتاعتك. اثناء المباراة. انت بتاخد ان انت مجرد ان انت ما تطلعش على كرة انسان فضاء قرار. صح. فممكن تطلع على قرار. ويقولك ده لو ممكن يبينك مهزوز ممكن يباك متردد ممكن يبينك اي حاجة. ده انت لو طلعت ده لو خدت القرار غلط. اه لو خدت قرار غلط يعني. لو خدت قرار غلط وطلعت. لو مخدتش قرار وطلعت وما طلعتش فضاء قرار. اه. فازي انت بقى كل دي كارات تبتاخدها. فلازم الهدوء اول حاجة الهدوء. الهدوء طبعا. يخليك تعمل تلات حاجات تقول لحضرك عليهم. من انت تبقى توجهتك لزمائلك بشكل كويس. تحركت كاحت المرمى بشكل كويس. ده هو الحاجات اللي فقى تاكتك بقى وتحركات القفل الزوية والكلام ده. ايه. الكارات بتاعتك تبقى بشكل كويس. وكل ده بقى هو تركيز. طيب. هنتكلم اكتر يا كابتن في السوبر راكي. خلينا نطلع نشوف مقارنة. ما بين محمد الشناوي حارس مارمى النادي القليل خلال الفترات الاخيرة. وايضا محمد ابو جبل حارس مارمى نادي الزمالك في الفترات الاخيرة. نطلع نشوف هذا التقرير. ونرجع بقى نشوف رأي كابتن طارق سليمان في محمد الشناوي وابو جبل.